يسعد أوقاتكم بكل خير ومتسبعي قناة عالمي بلمسة خاصة بدي أعمل معكم البوضة بمكونات اثنين مع نكهات مختلفة هون استخدمت الكريمة السائلة بتمنى أنكم تجربوها بالكريمة السائلة كتير بتفرق هذا النوع اسمه هولالا وبيجي محلة استخدمت نص العلبة من الكريمة رح استخدم نص علبة من الحليب المكتف المحلة طبعا علبة الكريمة كان عندي فيها لتر فانا استخدمت نص لتر لما نبدأ نخفق في الكريمة بالمرحلة هاي ضفنا الحليب المكتف المحلة ما لازم نخفق الكريمة كتير اذا خفقت الكريمة السائلة كتير بيصبح طعمها مثل الزبدة وبتصير تحس في صقف الحلقة عندك زي ما بنقول احنا في المغربية لها بتحس انه في زبدة مش كريمة وطعم ونكهة قاعد تاكل فيها فلازم في الخفق ما نتعدى الخفق لمرحلة كبيرة شوفوا هون اول ما بنحسها هيك بدأت تعطينا انها بدأت تتماسك خلاص نوقف ونبدأ نحط في النكهات هون كانت عندي الفراولة مجمدة اكيد ممكن نستخدم المنجا او الخوخ او الاناناس انا بنسبالي هادون النكهات بتطلع كتير طيبة حزيت عليها علبة من اللبن وهو ضانون ممكن نضيف كمان زبادي كتير بيفرق الضانون او اللبن مع اي فاكهة مجمدة طحلناها كتير بيفرق وعلى فكرة هيك لحاله بيكون بوضة شوفوا هون خلاص كانت نطحنت جيدا اذا حسنا انه الفراولة حامضة ممكن نزيدها ملعقة لتلاتة من السكر او نزيدها شوي من الحليب المكتف المحلى بيعطيها كمان طعم كويس لاني رح اعمل اربع نكهات فقسمت الكريمة عندي لاربع اقصى هون القسم الاول زدت عليه هذا المزيج من الفراولة سدقوني هاي النكهة كانت رائعة جدا وعلبة الضانون بتفرق كتير في الطعم وفي القوان وكان طعمها متوازن لهي حلوة ولهي حامضة خلطتها بالشكل هاد وراح احطها بالعلبة المخصصة اللي اقدر ادخلها فيها على الفريزر وراح انتقل معاكم للنكهة التانية النكهة التانية كمان اخد كمية من الكريمة هحط عليها الاوريو انا استخدمت بديل الاوريو او شبيهه اللي هو الاوبوي بصراحة الاوريو بحس طعم وحلو وكمان تكلفته عالية فعادي ممكن نستخدم البسكوت اي بسكوت يعني شبيه او هو نفسه حسب الرغبة عملت حبتين وراح اخلطها جيدا وكذلك رح حطها في العلبة المخصصة دخولها للفريزر زي ما رح اقول وارجع اقول جربوا البوضة بالكريمة السائلة رح تفرج معاكم كتير في الطعم وفي النكهات اي نكهة رح تحطوها رح تحسوا بالقوام الرائع تبع البوضة بعد ما حطيت النكهة التانية رح امر للنكهة التالتة ولي كانت بالكريم كرامل او نكهة الكرامل استخدمت دانت من كرامل ودانت كريم كرامل او مراعي من الكريم كرامل حسب الرغبة طبعا اي نوع بس اتنين مع بعض اعطوني نكهة انا في كل النكهات اللي كنت صنعتها اليوم كان الكرامل هو نمبر ون عندي بصراحة كان في المرتبة الاولى لانه كان مميز حركته هيك وما خليت اي تكتلات فلما حسيت انه ممكن يضل اي تكتل اعطيتها خفقة يعني يدوب خفقة بسيطة جدا بالخلاط الكهربائي لانه زي ما قلت اي حركة رح تخلي الكريمة عندي تزيد تتماسك اكتر وتصبح زي الزبدة لا انا في غينة عنها فهون بس هيك شغلت وتشغيلة بسيطة الى ان صار عندي كل القوام ناعم وكريمي وزي ما قلت لكم والله العظيم نكهته ورائحته كانت مميزة جدا طبعا هذا ابسط اشي لنكهة الكرامل والنكهة الاخيرة كانت عندي اللي هي استخدمت فيها هذا بالنكهة المارس اكيد ممكن استخدم نوتيلة او اي نوع شوكولاتة متوفر عندكم بعد ما خلطته انا حسيت انه اللون ما عجبني فازدته ملعقة كبيرة من الكاكاو ورجعت خفقت فلانه كنت حابة هذا النون والكاكاو كمان اعطاه طعم مركز اكتر للشوكولاتة يعني اكيد كمان بتضل حسب الرغبة هاي الملعقة تباع الكاكاو هون حطيت عليها حبيبات شوكولاتة اللي كنت اصلا انا دايما بحطهم بالفريزر وخلطت وحطيت كذلك البوضة عندي في العلبة المخصصة لدخول الفريزر وكان عندي اربع نكهات خرافية جدا بسمنى انكم جربوهم جد يستحقوا وكمان بتكلفة مش عالية وبيعطينا حسب النكهات اللي احنا بنحبها هون علبة الفراولة كانت عندي كبير يعني مليانة للاخير فحطيت عليها بس بلاستيك غذائي ودخلتم على التلاجة الليلي كاملة يعني عملتهم اليوم تاني يوم قدمتهم كانوا عندي جمدو بالطريقة هاي اول ما بدأت اني اغرف بوضة عندي بملعقة البوضة للأسف الملعقات طلعت عندي خربانة ما بعرف يعني ما كنت كتير رايقة اني اقرض اضبط فيها بصراح هذا النوع ما بنصح فيه نهائيا بنصح في النوع التاني اللي بتيجي الملعقة كلها من البلاستيك المقوة جدا كانت عندي وحدة بس للأسف لما اخدتها هي بصراحة ما توقعتها راح تكون هيك بس يلا بيمشي الحال بنغرفها بالأهم شي انه ناكل بنغرفها بالملعقة اهم شي الطعم دائما وزي ما قلت النسلي او الحليب المكتف المحلة بيخلي البوضة عندنا ما تتبلور يعني ما تعمل حبابات الشوكولاتة فهون اعملت عليهم الاشياء هيس اللي بيحبوها الاطفال بتمنى انكم تجربوها برغم السعوبات دائما همشي دائما الطعم بصراحة كنت يعني ما توقعت انه ملعقة البوضة تخرب بس جد خرة فيها اول اشي دوكتو كان الشوكولاتة صدقان طعم الشوكولاتة اللي انا بحبو يعني اضافة الكاكاو زي ما انا عملت اعطت يعني خلتها غني اكتر وحتى طعم الشوكولاتة بالمارسي اللي كان عندي رائع الاوريو كمان روعة الكرامل الكرامل ضمار صدقان جربو الكرامل بنكهة الكرامل مع اضافة نكهة الكريم كرامل خرافية اما شو بدي احكي عن الفراولة فراولة بتحس بطعم الفراولة المركزة الرائع اني بدي احكي انه الكريمة يعني اضافة الحليب المكتف المحلة بيخلي الكريمة عندنا ما تعمل حبيبات تلج او بيخلي البوضة عندنا ما تعمل حبيبات تلج ويكون وتكون ناجحة جدا وطعمها كتير ممي يعني صدقا كنكها احسن من التانية بتمنى انكم تجربوها وتمتعشوا بهذا الجو الحار وللي اول مرة يزور قناتي اكيد بتمنى انكم تعملوا اشتراك ولايك وتعملوا مشاركة لقناتي مع احباكم واصدقائكم ولحتى تكبر عائلتي شكرا على المشاهدة الى الملتقى مع وصفة جديدة بإذن حكمة اليوم فلا يغريني مدح ولا يسقطني انتقاد فجميعهم اراء وانا القرار اشتركوا في القناة